المسرح الغنائي له اهتمام خاص عند حضرتك يعني كيف جاء هذا الاختيار؟ الحقيقة أنا من زمان نفسي أعمل مسرح غنائي وفيه محاولات عملتها بس يعني مسرح الغنائي بالشكل العلمي يمكن مؤخراً عملته في عرض مشرومي وجوليد لأنه المسألة هل الأغاني اللي موجودة في العرض عضوية يعني لو تشالت تأثر ولا ما تأثرش الحقيقة أنه في مشرومي وجوليد احنا عاملين عرض تقريباً كله غنائي والأحداث كلها مغنائة الحوار نفسه مغنائ وبالتالي هو ده المسرح الغنائي اللي كنت نفسي من زمان أعمله الغنى عند الشعب المصري شيء أساسي جداً في ثقافته وفي ذوقه ومن زمان من زمان جداً زمان كان فيه أغاني للمهن أغاني للحالات أغاني للسبوع للطهور للميلاد للجواز حتى فيه يعني حاجاتنا الدينية فيه توشيح وتراتيل حتى في المياتم فيه إحنا بلد التجويد وبالتالي مسألة الصوت والنغم عندنا مسألة مهمة جداً في حياتنا يمكن اختفت شوية دلوقتي يعني بقتش مثلاً في أغاني للمهن زي الزمان بس ما زال عندنا مسألة استحسان الصوت والنغمة مسألة أساسية عند المصريين يعني هايك برضو بتشير لشيء مهم يعني هل الحياة المصرية فعلاً ما زالت تنتج أغاني مرتبطة بالمسيانة وتصبح يعني فيه تراثنا الشعبي ونرددها أكيد يعني هو بس المشكلة أنه فيه تغيرات إحنا عادة ما بنقبلهاش بعد شوية بنبتدي نتعود عليها حالياً مثلاً بنرفض أجاني المهرجانات بس ده بيذكرني مثلاً في السبعينات لما كنا بنرفض عدوية عدوية كان ممنوع من الإزاعي والتليوزيون كنا نرفضينه تماماً وبعد ذلك بعد كده ابتدينا نعود ونقول لا عدوية ده كان تعبير عن فترة وأنه كان صوته كويس وأنه كذا وكذا وكذا حالياً إحنا بنرفض أجاني المهرجانات ممكن بعد عشر سنين عشرين سنة يجي الناس بعدين يشوفوا فيها أنها كانت تعبير عن حاجة معينة في الفترة ممكن يبقى مجرد يعني ظاهرة وتعدي بس ممكن تتأسس منها حاجة جديدة أو تطلع منها حاجة جديدة بس فيه ناس هتختلف مع حضرتك هتقول مثلاً أن أغاني المهرجانات أحياناً بتحتوي على تعبيرات أو على كلمات غير لائقة ده صحيح وده مرفوض بس ممكن جداً بقول لحدك بعد شوية الحكاية تاخد شكل اجتماعي آخر أنا فاكر أنه مثلاً زمان كان فيه مشاكل بتحصل مع الرقابة في بعض الأغاني يعني مثلاً يما الأمر على الباب حصلت مشكلة في الرقابة أنه يما أفتح له الباب ولا أنا ديله عملت مشكلة زمان كان فيه أغاني أكثر جرأة من دلوقتي عين عين ودلوقتي بنعتبرها تراث حيحصل إيه في المجتمع ما إحناش قادرين نكتشف اللي حيحصل بعد كده بس هو فيه المجتمع دائماً بيروح مفلتر الحاجات دي وبيعرف إيه اللي يستمر وإيه اللي ما يستمر المسرح الغنائي أعتقد أنه اهتمام حضرتك يعني منصب على المسرح الغنائي بشكل خاص يعني كيف يأتي هذا الاختيار للمخرج هو أنه أنه يعني أنا عملت مش رومي وجليت عشان حسيت أنه إحنا في احتياج لصيغة غنائية مش متدولة قوي اللي هي اللي بيسموها الأوبرة الشعبية وأن الموضوع ده اللي داخل المسرحية لو تم عنه التعبير بهذا الشكل حيبقى أقرب للجمهور حيبقى أفضل للمتلق عشان كده فكرت في صيغة الأوبرة الشعبية اللي هي المسرحية المغنية في رمقية تزد بدايتها لنهايتها بس الحال بتاعتي مشكلة سكية